عندنا المواقيت تنقسم إلى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية الله سبحانه وتعالى أراد تعظيم هذا البيت البيت الله الحرام نعم فجعل من أراد المجيء إلى هذا البيت بحجة وعمرة قبل أن يصل يكون محرم وتلبس لابس الإزار والرداء نعم نعم يعني أنتم مثلا ميقاتكم الآن يعني من يأتي من بريطانيا إلى المملكة يأتي دائما في الغالب عن طريق جدة فقبل الوصول إلى جدة يكون الإحرام في الطائرة نعم فماذا يصنع الآن نعم ماذا يصنع هو يعني قبل أن يأتي إلى الميقات يكون جاهز يعني أنتم الآن قبل أن تركب الطائرة تجدهم هنا مثلا في مطار لندن في مطار هثرو تجده يلبس الإزار والرداء لكن ما يلبي ما يدخل في النسك إلا قبل الوصول إلى جدة تقريبا بعشر دقائق ربع ساعة الكابتن الطائرة ينبه يقول الآن نحن في محاذاة الميقات يبدأ الدخول في النسك والتلبية نعم نعم أحيانا بعض الحملات في الحجة والعمرة لا تنزل إلى جدة تنزل إلى المدينة يعني بريطانيا مدينة نعم نعم فيحرم من ميقات المدينة نعم طيب إذن عندنا مواقيت مكانية أمكن لا يمكن يمر بها من أراد الحجة والعمرة إلا وهو محرم نعم